اشتركوا في القناة والنقلات النوعية الكبيرة وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول المتطورة على جميع الصعود والمستويات ومكنت المملكة من أن تتبوأ المكانة التي تستحقها بين دول العالم خمسة وعشرون عاما على تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم زخرت بها مملكة البحرين بإنجازات تعقبها الإنجازات وخطوات تهتدي برؤية جلالته الحكيمة التي سابقت الزمن لتتبوأ خلالها المملكة مراكز متقدمة في مختلف مجالات التنمية الوطنية هذه الرؤية الثاقبة ترجمتها أولى لبنات بناء مشروع إصلاحي فتح أبوابه لمزيد من التقدم والنماء بتكاتف والتفاف شعبي واسع عنوانه الميثاق والدستور ومنه انطلق أبناؤه البررة ليشيد النجاحات والإنجازات على مختلف الصعد والمجالات وفي قضون أعوام قليلة شهدت المملكة نخضة عمرانية في مختلف محافظاتها وكما اهتم بالعمران اهتم جلالته ببناء الإنسان البحريني ففي عهده أيده الله لاقى التعليم كل الرعاية والاهتمام إيمانا من جلالته بأن تطور البلدان يبدأ من بناء النشئ الصالح كما شهد العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله انتعاشا اقتصاديا كان فصوله الأولى رعاية جلالته أيده الله اطلق سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء الرؤية الاقتصادية التي يحصد ثمارها شعب البحرين الوفي تطورا وتقدما وازدهارا هذا وتقف مملكة البحرين اليوم شهدة على إنجازات خمسة وعشرين عاما كانت توجيهات وانبادرات ورؤى جلالة الملك المعظم أيده الله خلالها هي النبراس الذي تسير على هده المسيرة التنموية الشاملة اشتركوا في القناة